كذلك التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في الرياض مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن وذلك على هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة شاهد اللقاء تبادل وجهة النظر بشأن مستجدات التصعيد العسكري في قطاع غزة وما يصاحب ذلك من استمرار تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية وزحق لأرواح العديد من المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني الشقيق وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الزعيمين توافق بشأن أهمية مواصلة تنصيق الجهود الحثيثة للدولتين لدفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته فيما يتعلق بانتهاج مصار التهديئة وضمان وصول الخدمات والمساعدات الإنسانية المقدمة لأبناء قطاع غزة مع التجديد على رفض تعريض الأبرياء في قطاع غزة لسياسات العقاب الجماعي من حصار وتجويع أو تهجير بما يخالف الاتزامات الدولية في إطار القانون الدولي الإنساني كما أكد الزعيمين على الموقف الثابت لمصر والأردن في هذا الشأن بأن تحقيق استقرار المنطقة لن يتأتى إلا عن طريق تعامل المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية بمذور متكامل يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني وذلك من خلال حل القضية وفق مرجعيات الشرعية الدولية بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية شكرا